أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الخاص بتوضيح بعض الأمور فيما يخص تقرير الرئيس الأمريكي ترامب مؤخرا في يوم الاثنين يوم 22 يونيو 2020 وقع الرئيس ترامب يوم الاثنين على أمر تنفيذي بتعليق إصدار وتأجيل بعض التأشيرات العمل المؤقت حتى نهاية عام 2000 بطبيعة الحال سأجل هذه التأشيرات التي سأذكر فيما يلي ينطبق الأمر على تأشيرات H1B H1B وتأشيرات H2B وتأشيرات H4 وتأشيرات L1 وبعد تأشيرات G1 هذا بخلاصة H يعني حرف H هو خاص للعمال المؤقتين الذين يحصلون على تأشيرة الهجرة وتأشيرة L1 الخاصة كذلك بها وتأشيرة G يعني الخاصة بتبادل الزوار بهذا الخصوص فيما يخص تأشيرة H1B يعني H1B وهي خاصة للعمال المهارات والتي شائعة في صناعة تكنولوجيا مثل الأجهزة والبرمجة مثل الحواسيب وإلى غير ذلك من الأمور أما فيما يخص تأشيرة H2B وهي خاصة للعمال الموسميين الذين يأتون كل سنة إلى أمريكا طيب الحال تكون الشركات عندها عقد مع هذه المهاجرين وتأشيرة H4 يعني H4 وهي الخاصة بالزوجات والأزواج ديال تأشيرة H1B وتأشيرة G1 التي خاصة بالباحثين والفئات المتخصصة لتبادل الزوار هذه الفئة هذه بطبيعة الحال وتأشيرة L1 يعني هما الخاصة للمديرين التنفيذيين الذين ينتقلون إلى الولايات المتحدة مع صاحب الموظف وإلى صاحب العمل بطبيعة الحال يعني الأغلب أصحاب هات التأشيرة يعني تيجيوا أغلبية 30 ألف ما بين 30 حتى 300 ألف حتى 400 ألف شخص يأتي إلى أمريكا فيما يخص الموضوع الأمر يعني أصحاب التأشيرة هاته لمقبلين على الدفع على التأشيرة يعني تم تأجيل إلغاء تأشيرة ديالهم إلى السنة الموالية بطبيعة الحال الأمر لا ينطبق على أولئك الموجودين في أمريكا إلا كانوا أصحاب هذه التأشيرة هاتهه في أمريكا هذا الأمر لا يخصهم بتاتا يعني يخص الناس للمقبلين على تأشيرة أما فيما يخص أصحاب القرعة الأمريكية نريد أن نوضح لهم هذا الشيء هذا ليس له علاقة بالقرعة الأمريكية إذا كان شيء حاجة سنعرفها في الأيام القادمة بحول الله يعني لا يمكن الإنسان تخلعه لشيء حاجة يعني يقع له شيء قرب هذا الأمر يخصنيه ولا لا يعني هذا الأمر ليس له علاقة بالديفي لوتري يعني لا يوجد شيء علاقة بضبيط الحال ونتمنى يعني يكون هذا التوضيح من خلال وجهة نظري يعني وجهة نظر ديالي بخصوص هذا الإلغاء للنوع من التأشيرات هو بطبيعة الحال قرار له أبعاد انتخابية بطبيعة الحال من أجل إرضاء جمعيات التي تدافع من أجل إعطاء فرصة لأصحاب البلد أو يعني الأمريكيين بالخصوص من أجل إعطاءهم فرصة شغل وعمل كما هو معروف يعني الجائحة التي معروفة يعني أغلب عدد كبير من الأمريكيين بدون عمل وبدون شغل تنقل أنا هذا هو الدافع والسبب الرئيسي من أجل إعطاء فرصة لأصحاب البلد من أجل البحث لحد الآن يعني أغلب الناس ما زال ما رجعوش للعمل يعني أغلب الناس ما نقولش يعني 100% رجعوه ولكن الأغلبية أرجع يعني تقريبا 50% وكي أرجع العمل والأغلبية مخدمش يعني الأغلبية ما زال تتخلص من البيط على وكي لي ما زال ما وصلتوش للخلصة ديال البطالة بطبيعة الحال نتمنى هذا الفيديو هذا إلى الإعجاب ديالكم وإلى الفيديو آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته